نخلينا دلوقتي نروح بقى لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا العديدة نورهان طمان تابع أهم الأخبار الرياضية في صحب المواقع يعني نورهان بصبح عليكي طبعا في البداية ويمكن المنشطات كلها بتتكلم أكتريتها عن المباراة بالأمس ويعني فيه منشطات كمان لو رحنا لإستحافة السودانية أنا تابعت برضو كان فيها نقد شديد جدا للمنتخب بصراحة يعني فخلينا نعرف منك تفاصيل أكتر تفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وزي ما قلت يا نهواند مباراة مصر والسودان كانت حديث الصحف السودانية يمكن احنا تابعنا مع بعض الصحفيين في السودان قالوا أن المدير الفني الفرنسي قد يكون مهدد بالرحيل بعد خسارة أمس أمام المنتخب المصري وخسارة الكبيرة طبعا خسارتين متتاليتين أمام الجزائر بأربع أهداف وأمام مصر بخمس أهداف فالأداء يمكن غير مرضي لجماهير السودان أما بقى طبعا منتخب مصر فزي ما شفنا شارك بلاعبين كتير جدا ما كناش متوقعين أن هم يشاركوا في أماكن مختلفة يمكن كمان كارلوس كيروش استخدم أيمن أشرف بدل من حمد فتحي في خط النص وده يمكن مركز جديد على أيمن أشرف مع منتخب مصر بالإضافة إلى تقلق طبعا أحمد رفعت وفتوح وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية نروح بقى لموعيد أو مباريات اليوم النهاردة في الجولة الخمستاشر في بطولة الدوري الإنجليزي الساعة أربعة ثلاث مباريات مهمة جدا ليتز يونيتد هيواجه براندفورد ومانشستر يونيتد هيواجه كريستال بالاس وتوتنهام هيواجه نوريتش سيتي وأستون فيلا هيواجه ليستر سيتي الساعة ستة ونص المباراة الوحيدة التي تقوم ستة ونص هي أستون فيلا وليستر سيتي أما أول هدف معنا فمن موقع وجريدة اليوم السابع وعن منتخب مصر ومنتخب مصر يغلق صفحة السودان ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجزائر أغلق منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش صفحة مباراة السودان اللي طبعا كانت أقيمة أمس في الجولة التانية بالدور الأول ببطولة كأس العرب اللي بتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري كارلوس كيروش أغلق صفحة المباراة تماما وهيعقد الجلسة فنية مع اللاعبين لدراسة سلبيات وإيجابيات المباراة بالإضافة إلى أنه كمان اليوم السابع ذكر أنه حمدي فتحي كارلوس كيروش هيستعيج جهوده مرة أخرى بعد غياب طبعا عن مباراة السودان وكان أصيب اللاعب في مباراة لبنان بارتجاج في المخ وكارلوس كيروش فضل أنه هو يعني يحتفظ باللاعب على دكة البدلاء وعدم المخاطرة به كمان اللاعبين اللي خاضوا مباراة أمس هيخوضوا النهاردة تدريبات استشفائية فقط أما البدلاء هيخوضوا تدريبات كاملة ومن موقع روسيا اليوم ولازلنا في الحديث عن بطولة كأس العرب من موقع روسيا اليوم تعرف على ترتيبها الدافي كأس العرب قطر 2021 اختمت أمس السبت الجولة الثانية بدور المجموعات لنسخة العشرة من بطولة كأس العرب اللي زي ما قلنا لكم تستضيفها قطر وذكرت روسيا اليوم في تقريرها خمس لاعبين هم على رأس أو أبرز اللاعبين اللي سجلوا في بطولة كأس العرب ويمكن كلهم مشتركين في تسجيل هدفين وهم التونسي سيف الدين الجزائري والتونسي فراسب العربي والجزائري بغداد بنجاح والمغربي ونجم النادي الأهلي بدر بنون وعبدالله حفيزي أيضا المغربي كل هؤلاء اللاعبين سجلوا هدفين في البطولة حتى الآن ومن جريدة أخبار اليوم شاوئي غريب يكشف تفاصيل برنامج معسكر المنتخب الأولمبي كشف شاوئي غريب في تصريحات أعلامية نقلها موقع أخبار اليوم وطبعا كابتن شاوئي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن كواليس معسكره اللي هيبدأ النهاردة وحتى 13 من ديسمبر الجاري كابتن شاوئي غريب قال إن المعسكره يكون على مرحلتين المرحلة الأولى للعابين في الدوري الممتاز اللي هيستغل فيها توقف طبعا المسابقة لمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب والمرحلة التانية هتكون بمشاركة لعبي الدرجة التانية بالإضافة إلى بطولة الجمهورية 2001 البطولتين دول حتى الآن مستمرين ولم يتوقفوا رغم مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب وآخر أخبارنا من موقع يالا كورا باريس سان جرمان يفلت من لانس ويخطف تعادلا في الدوري الفرنسي أفلت فريق باريس سان جرمان في مباراة أمس أمام لانس من هزيمة كانت هتكون مفاجأة جدا في بطولة الدوري الفرنسي وتعادل باريس سان جرمان في اللحظات الأخيرة بأقدام فينال دوم لاعب خط وسط الفريق طبعا بهدف لكل فريق وانتهت المباراة بهدف لكل فريق وتصدر فريق باريس سان جرمان جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بينما فريق لانس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو شكرا جدا جدا يا نورهان وبشكر مرة تانية برضو زملتنا العزيزة سالة حامد شكرا لكم